من أهم الأخبار اللي كانت ترند على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت ولسه مكملة معنا هو وصول أكبر مكتبة عائمة في العالم لمصر وتحديداً لميناء بور سعيد المكتبة دي اسمها لوجوس هوب وهي عبارة عن سفينة كبيرة جداً وتعتبر أكبر معرض للكتاب في العالم الزيارة دي بتعتبر التانية ليها المصر بعد أول زيارة واللي كانت من 20 السنة فاتت عشان نعرف تفاصيل أكتر عن القصة دي ونتكلم كمان عن مصطلح مهم ظهر على السوشيال ميديا من فترة وهو البوكتيوبر هيكون معنا ضفنا النهاردة واحد من أشهر البوكتيوبرز الموجودين وهو كريم النجار صاحب قناة ووجهة نظر أهلاً يا كريم من نوارنا أهلاً أهلاً في بنورك رباني خليكي مرسي جداً لزوءك يعني في البداية عايزين نعرف منك شايف إزاي زيارة لوجوس هوب لمصر بالذات طبعاً بور سعيد وإزاي الشباب يقدروا أن هما يستفادوا من سفينة زي دي مليانة بكتب موجودة في مصر والله هي مجي سفينة لوجوس هوب لمصر يعتبر حدث كبير جداً وزي ما حرتك قلت يكرر آخر مرة من سنين كتيرة فاتت طبعاً أهمية السفينة موجودة أو أهميتها فعالياً من الكتب الكبيرة جداً والكتير جداً والمواضيع المتنوعة للكتب الموجودة جوه سفينة بتتنوالها غير كتاب الكونسبت أن يكون معرض كتاب متنقل حوالين العالم عن طريق البحار جاية مصر في بورسعيد حدث مهم جداً لكل الناس المهتمة بالثقافة والمهتمة بالتقار ثقافات مختلفة أكيد بتجمع ما بين ثقافات مختلفة أكيد وغير كده كمان المواضيع اللي موجودة جوه الكتب كتير هتلاقي حاجات عن علم النفس حتى الطبخ فيه ليه كتب موجودة هناك فلسفينة وعلم النفس والفلسفة وفيه انسيكلوبيدياز علمية كتيرة موجودة ومترجمات بس أغلب الكتب اللي موجودة هناك بالإنجليش عماتا يعني الكتب اللي موجودة بلغات عربية أو لغات أخرى أقل وأغلبها بالإنجليش ولكن أعتقد أن دي ممكن تكون فرصة ممتازة جدا للناس اللي بتحب أنها تحسن اللانجودي بتاعتها أو اللغة بتاعتها كمان نتروح وتشوف كتب وتقرأ احنا بنتكلم أن هي تبقى موجودة لمدة 20 يوم تقريبا مظبوط فكفية قوي أن الناس تبقى بتروح وبتشوف هو آه سباشيلي كمان أن المعرض أو السفينة فتحة أبابها كل يوم من 19 صبح ل 19 بالليل فالوقت كافي على مدار 20 يوم فدي حاجة كويسة جدا وحاجة جميلة جدا وسبحان الله أنها بتتزامن أن آخر يوم للسفينة سيكون يوم 23 ومعرض الكتاب سيبتدي يوم 24 فأنت تتخلص من هنا وتروح علينا على طول حلوة قوي طيب كريم أنت بوك تيوبر بتعمل ريفيوز للكتب في الأول عايزة أعرف المصطلح ده يعني إيه يعني تفاهمني بقى بتفاصيل أكتر يعني إيه بوك تيوبر دي حاجة وتاني حاجة إيه اللي خليك تعمل كده يعني ريفيوز على كتب هل إحنا عندنا ناس كتير بتقرأ أو بتحب تشوف الكتب وتقرأ ريفيوز بتاعتها حكيه لي أكتر هو أولا البوك تيوبر مصطلح أنا نفسي عرفته بعد فترة من الموضوع ده يعني أنا كنت بعمل الموضوع ده الأول ليا لنفسي لأن أنا في البداية أو القارئ عمتا بيجي بعد فترة بعد فترة طويلة من القراءات وبيحس أنه هو بيتنقل من مرحلة القارئ لمرحلة الناقض نوعا ما يعني أنت دايما في البداية وأنت بتقرأ في بداية قرأتك لأي عمال عمتا في البداية بتبقى قارئ عادي لكن بعد فترة من استمرارك في القراءة بشكل عام في موضوع كتير بتتحول من مجرد قارئ لقارئ ليه رأيي في الهو بيقرأه بعد الفترة دي أو في الفترة دي تحديدا حسيت أن أنا محتاجي أني أتكلم في اللي أنا بقرأه محتاجي أني أحكي عن اللي أنا بقرأه وما كانش في حدي بس حبيبي يقرأ غيري ما فيش حد تنقشوا يعني بالزبط فواحد صاحب اقترح علي طب ما فيه تاك ريفيورس طب ما فيه موفي ريفيورس طب ما ليه ما تبقاش أنت بوك ريفيور وتعمل قناة على اليوتيوب وتفكر في الموضوع فكرة عجبتني جدا للصراحة وبدأت من خمس سنين على اليوتيوب وكنت بعمل الأول فيديوز لنفسي وبعد كده لقيت حد داخل في كومنتات من بلاد تانية مش من مصر أصلا بس من دولة عربية وبيقول لي كويس أن فيه في مصر دلوقتي بوك تيوبرز يعني إيه بقى بوك تيوبرز أنا سألتوا يعني إيه بوك تيوبرز أسأل لي البوك تيوبرز اللي هم الناس على اليوتيوب اللي بيكونوا مهتمين بمراجعة الكتب أيوة يعني إيه فرق بينك وبين اليوتيوبر مثلا بصي اليوتيوب فيه حاجات كتير جدا بتتعمل فيه ناس بتراجع مطشات كورة وحاجات للكورة فيه ناس بتراجع أفلام مسلسلات فيه ناس بتراجع موبايلات وأجهزة فالدول مثلا تاك ريفيورز التانية موفي ريفيورز فاللي بيراجع الكتب والروايات على اليوتيوب بيطلق عليه لقب البوك تيوبر لكن احنا كلنا في العموم كلنا يوتيوبرز لكن اللقب بتاعنا المصطلح اللي بيطلق على البوك ريفيور هو بوك تيوبر طب احكيلي يعني هل انت النهاردة بقراءاتك وانك بتعمل ريفيوز هل انت ساعدت الناس ان هي تقرأ اكتر ولا بقوا بيعتمدوا عليك ان انت تقرأ وتترجم والله فيه ناس بتعتمد على كده بس الاغلبية العظمى بتعتمد على ان هي بتشوف رأي اللي قدامها في الكتاب ايه واذا كان الكتاب ده متوافق مع الحاجات اللي هم بيحبوا يقروها ولا لا الادب بشكل عاملية انواع كتيرة جدا ففيه ناس بتستهون ومعين عن نوع اخر فدلوقتي القراء دايما بقوا قبل ما يشتروا كتب خاصة بعد كمان فترة مرض الكتاب بيحبوا ان هم ياخدوا فكرة عن الكتاب اللي هم رايحين يشوفوه علشان يقرؤوا فبيبتدوا ان هم يشوفوا البوكتيوبر ويبتدوا ان هم يشوفوا الريفيوز ويقروها ويتفرجوا على الريفيوز سواء كانت المكتوبة او المصورة على اليوتيوب علشان ياخدوا فكرة عامة عن العمل او عن الكتاب قبل ما يروحوا يشتروا ويقرؤوا فهنا بدي يقوم بقى لدور بتاع ايه بتاع البوكتيوبر ان هو يدي بريف ان هو يتكلم عنه عمل بشكل عام انه يدي نقض ادبي او سردي للعمل يشوف إيه المحتوى اللي موجود جوه الكتاب ويبتدي يتكلم عنه بشكل بريف من غير ما يحرق المحتوى بحيث إن القارئ لما يجي يجيب الكتاب ويقرأه ما يحس شنوة طب مرة تفرقت على ريفيو خلاص استفدت إيه لما جبت الكتاب صح حقيقي ما بتحرقش يعني الكتاب بالضبط آه بالضبط طيب أنت مهندس ده حقيقي مع ماري أيوا فهندسة عامة من يعني الشغلانات الصعبة شوية أنك تبقى مهندس وعندك وقت للشغول بتاعك ده أصلا حكاية الوحدة وأنك يبقى عندك وقت تاني أنك تقرأ كتاب وتحل الكتاب وعشان يبقى عندك ريتش عالي على قناتك على يوتيوب محتاج أنك تبقى بتعمل ده كتير يعني مش هينفع فيديو ونمع عليه شهر ونعمل فيديو تاني تلاقي وقت ازاي لده هي الفكرة أنه فعلا بسبب دي الوقت إحنا لازم نحاول أن نتعامل على قد ما نقدر لأنه زي ما حراتك قلت اليوتيوب عايز استمرارية عايز أنك دايما تكون ودايما تكون متشاف بشكل دوري فإحنا بنقرأ الكتب أو أنا شخصيا أنا بقرأ الكتب ودايما أول ما بخلص كتاب بعمل حاجة من اثنين يا بفتح الكاميرا وابتدي أتكلم عن بنفسي من غير أي سكريبت عن الحاجة اللي أنا حسسها والحاجة اللي أنا شايفها بالكتاب عن الكتاب أو لو ما فيش وقت بضطر أن أنا أكتب مين بوينتس أو نقط أساسية عن الحاجات اللي موجودة يعني العمل اللي أنا حابب إن أنا أتكلم عنها وبستنى للويك أنت وبصور بقى فيديو أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة فيهم واحد بحيث أن أنا يبقى عندي ستوك للإيه للفترة اللي جاية على ما يكون قبيل بالتالي ثانية واحدة يعني أنت ممكن في الأسبوع تخلص أكتر من كتاب أنا ممكن في الأسبوع أخلص من كتاب للثلاث كتب أو أربعة كتاب كم صفحة؟ نقول من 200 إلى 300 صفحة مينيما مياه لو الكتاب أكتر من كده لا ممكن يطول معي مثلاً يبقى كتاب برويك مثلاً في الأسبوع لا أنا أريدك تعلمني بقى يعني أنا أريدك كتير في 11 صفحة لا لا حاضر حاضر بس أنا أريدك أفهم منك إزاي عندك الباشن ده أو الشغف ده حب الإرادة جالك منين ابتديت من إمتى حكيلي كل ده بصي هو القراءة قراءة هو الموضوع بدأ معي من زمان جداً يعني نوعاً ما قدر أقول أن بداية الإرادة بدأت من والدتي من وانا صغير والدتي كانت بتخليني ماشي في الشارع بقرة اليوفط اللي على المحلات عشان تعلمني أصلاً الإرادة بشكل عام وبعد كده بدأت أن أنا أشوف كتب وروايات تحديداً أعداد بتاعت ما وراء الطبيعة ورجل المستحيل كنت لسه أطفل صغير الكلام ده كنت في الوقت ما وراء الطبيعة وانت لسه صغير آه ما وراء الطبيعة ورجل المستحيل كان عدد صغير قوي كده كان موجود عند حد من قريبي شفت الكتاب عجبني بفتح الكتاب ما قدرتش أقوم إلا لما خلصته آه ساعتها نزلت عند طبعاً الكشاك بتاعت الشوارع اللي كانت موجودة بتباع فيها الحاجات دي دي بقى نزلت ولميت كل الأعداد اللي كانت موجودة وقعدت أقراها كتير جداً والدي ووالدتي لما شافوا أن أنا مهتم جداً بالموضوع بدأوا يدوني فلوس طبعاً كنت صغير لسه كان هما بيدوني فلوس يجيبوا لي الكتب دي كل ما حد منهم يليقى حاجة يجيبها لي فبدأت أن أنا أقرا كتير جداً 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 بعد فترة طبعاً وبسبب الدراسة لأن أنا أغلب دراستي كانت بالإنجليش تحولت شوية لقراءة بالإنجليزي وخدت جزء كبير بس بعد كده لما دخلت الجامعة لأ رجحت تاني ركزت في القراءة بالعربي وحبتها أكتر وكملت فيها أكتر وحسيت أنها حقيقي قيمة يعني حسيت حتى أن المحتوى اللي بيقدم في الأعمال الأدبية اللي باللغة العربية مختلفة تماماً تماماً عن كل الأعمال اللي معمولة في نفس الكاتيجوري زي ما بيقولوا باللغة الإنجليزية يعني أنت الأدب ممكن يكون الحاجة المفضلة لك أو نوع الكتب المفضلة لك إنك تبقى بتقرأها الاتنين الاتنين أنا بحب القراءة في الأدب بشكل عام كرويات وبحب كمان القراءة في التاريخ جداً جداً يعني حتى الكتب الغير روائية بحب قراءها جداً طب من كل الكتب اللي أنت يمكن قرأتها في حياتك إيه أكتر كتاب مفضل لك لا مش كتاب واحد في كذا كتاب علم في دماغك يعني مش قادر تنسى لغاية دلوقتي قصة رواية تاريخي يمكن نحكي لنا ممكن من أكتر الكتب اللي قرأتها وعلمت معايا جداً جداً كان كتاب لدكتور أحمد خالد توفيق وهو مثل إيكروس كان كتاب رائع وكان فيه كتاب آخر لتنميز الدكتور أحمد خالد توفيق أستاذ شيرين هنائي كان اسمه تغراء فيه كمان طبعاً طراب الماسل أحمد مراط كان كتاب رائع كتب التاريخ عامة بتاعت أستاذ وليد فكري ممتازة ممتازة جداً 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 وبرضو لو كلمنا عن التاريخ برضو فيه أستاذ محمد غنيمة كان كاتب كتاب رائع عن الأسرة بتاعت محمد علي كان كتاب برضو ممتاز أعتقد فيه كتب كتاب كثير لا إحنا لو عادنا نتكلم عن المضادر مش هنقلص أنت صفحيتك اسمها وجهة نظر الفئة العمرية اللي بتابعك عندهم قد إيه من أول 18 سنة لحد ممكن 30ات أو 40ات أصل القراءة في مصر دلوقتي بقت واسعة جداً الشريحة أنا شايف أنها بتتسع مش بتديق شريحة القراء بتتسع جداً السوشيال ميديا سعدت الأدب أنه ينتشر بشكل أكبر كمان ده حلو جداً لو أنا النهاردة عايزة أبتدي أقرأ أكتر وأن أنا يبقى عندي شغف يمكن مش أقول زي اللي عندك بس ألاقي لنفسي وقت يعني بسعات كتيرة يعني ما عنديش وقت أو يوم النهاردة مشغولة وأنا دايماً أيامي مشغولة أعمل إيه عشان ألاقي الوقت وإزاي أنامي حاجة زي دي فيا إن أنا أقرأ هو الموضوع ده ليه أكتر من طريقة يعني أنا مثلاً واحد من الناس ما كنتش بلاقيه وقت أني أقرأ فكان لازم أخلق وقت عشان أقرأ فأحياناً أنا في الموصلات بطلع الكتاب أقرأ ممكن أكون مثلاً مش قادر أقرأ بس أنا عايز أقرأ الكتاب طب دلوقتي الكتب بقى بتتحول لكتب صوتية لأوديوكس طب أنا ليه محطش سماعة فوداني وأنا قاعد سواء في البيت سواء مثلاً وأنا في الشغل قاعد بشتغل أو مثلاً وأنا في الطريق مثلاً مروح أو بتمشي أو بلعب رياضة وكن بشغل الأوديوك فوداني وقاعد بس مع الكتاب كأنني بقى أقرأ بالزبط فده بيوفر عليها وقت كتير جداً وفي نفس الوقت بيساعدني على قراءة العمل يعني في أعمال أنا ممكن أقرأها بثلاث أشكال بيبقى معي مثلاً الكتاب الهارت كابي الكتاب نفسه ممكن يبقى معي بتكون مثلاً معي على مثلاً الموبايل أو على التابلت وكمان ممكن تكون بس معه آديوكس فما بين ده وما بين ده وما بين ده كل ده ممكن يساعدني أن أنا أعرف أني أقرأ بشكل دوري وبشكل مستمر كريماً أنت صفحيتك على أو التشانيل بتاعتك على يوتيوب اسمها وجهة ناظر وجهة ناظر يمكن اسم عام شوية مظبوط إيه الحاجة اللي أنت ممكن تبقى حابب تعملها جنب أنك تعمل ريفيوز للكتب هقولك هي الكتب عامة واخدها حيث كبير جداً من الوقت فأنا أحب أن أنا لو عملت حاجة برا القناة برضو تكون لها علاقة نوعاً ما بالكتب أو بالمحتوى للي علاقة بالكتب وبالروايات زي مثلاً الأفلام ممكن أعمل مثلاً ودي عملتها بلكتا كذا مرة على التشانيل أن أعمل ريفيو للفيلم اللي قريدي مقتبس من رواية أو متحول من رواية رواية وأعمل مقارنة ما بين الاتنين أشوف مين فيهم قدر أنه هو يوصل الفكرة صح هل الفيلم نجح في أنه يحقق الفكرة الأساسية اللي كانت موجودة في الكتاب ولا لا فدي حاجة حلوة ممكن شوية أدخل في الموفي ريفيوز عشان بردر أحب الأفلاق طيب أنت يمكن وحنا بنتكلم قبل الفاصل كنا بنتكلم عن أن قبل أي معرض للكتاب بيجي لك ناس كتيرة من الكتاب ويبتدوا ياخدوا رأيك في الكتب بتاعتهم ويقولوا لك يعني لو في أي حاجة أنت تعرض على القناة عندك هالمرة قلت الكتب أنه لا كتابك محتاج تعديل أكتر لا محتاج حاجة تزودها كتير 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 وبنعمل الموضوع ده كتير والناس بتزعل من ده كتير خالا والناس بتزعل من ده كتير لكن الفكرة في أنه أنا قدامي حاجة من اتنين يقرضي الكتب يأكون واضح وصريح وستريت مع القارئ وفي المقام الأول أنا قارئ مش ناقد مش طالع أعمل شو اهتمئم الأولاني بيكون بالقارئ لأنه هو زي هو يعتبر صحبي هو أنا وهو مهتمين بنفس الحاجة فأنا مقدرش أني أخد على القارئ فبالتالي دايما أنا لما بتكلم مع كاتب بقوله والله في واحد اتنين ثلاثة ممكن يتزبط في واحد اتنين ثلاثة ممكن يتحسن لا اتقل شوية لا ممكن تشيل حتة فلانية تحط الحتة فلانية وفي الأول وفي الآخر طبعا الكاتب هو اللي بيكون ليه الاختيار يا إما يسمع الكلام يا إما خلاص زي ما هو حابب طبعا العمل العمل بتاعه أمرك فكرت أنك تكتب آه وخدت التجربة لكن لسه ما جربتش أني أعمل أي تجربة نشر نشر بس يعني أنا جربت أني أعمل كذا حاجة هل بتستخدم منصات تانية غير اليوتيوب عشان تعرض ريفيوز تحتك؟ أحيانا ريفيوز ممكن تكون مكتوبة وده بيكون على الفيسبوك أغلبه على فيسبوك وعلى جود ريدز طبعا لأن جود ريدز هو الموقع رقم واحد بالنسبة للقراء حوالين العالم كله في أن يتم فيه عرض الكتب وكتابة ريفيوز عن الكتب وعن الأعمال فطبعا بنستخدم الجود ريدز عشان نكتب ريفيوز والفيسبوك والجربات بتاعة القراءة الكويسة جدا والكتير اللي بقت موجودة ومنتشرة كتير جدا دلوتي على فيسبوك كل دي حاجات بنستخدمها أكتر بأن احنا سواء نتكلم أكتر عن الكتب نتناقش أكتر عن الكتب نكتب ريفيوز عن الكتب أو ننزل حتى الفيديوز بتاعتنا عليها فكل دي حاجات كويسة جدا وبتساعد على انتشار العملية النقدية أو ريفيوز للكتب يعني كنا بنتكلم كمان من شوية على لوجوز هوب وأنه بعد ما هتمشي السفينة يبقى فيه معرض الكتاب اللي يمكن كلنا كمصريين بنستنى أنت استعداداتك إيه المعرض الكتاب يعني حسنا ده بيبقى آه حدس كلا لك ده فيعلم بيبقى شوفين ده فيعلم بيبقى شوفين وبيبقى ليه بودجت سنوية كده لازم بنوض نحوش لها على مدار السنة لأن احنا بنروح بنروح من هناك مفلسين معناش جنيه جاي هو استعدادنا الأولين لمعرض الكتاب دايما كقراء بيكون عن طريق أن احنا الأول نحدد أو نطلع أول نقطة بتكون احنا نطلع على إصدارات الدور دور النشر بتنزل دايما إصدارات كتيرة ما بين الأعمال الرواية وما بين الأعمال غير رواية فما بين الاتنين دايما بنكون محتاجين أن احنا نبص على إصدارات كل دور ونشوف الأغلفة نقرأ النبذات اللي بتكون مكتوبة عن كل عمل نشوف والله أنا بتفائل بأنهي عمل من دول حابب أني أجيب أنهي الأعمال أي عمل من الأعمال دي أنا حابب أني أجيبه وحابب أني أقرأه وببتدي بعد كده أني أكتبها في لستة أكتب الدار أكتب رقم الدار مكان جناح الدار فأنهي قاعة السكشن بتاعها رقم مكام إيه الكتب اللي أنا هجيبها من كل دار دي وبعد كده بدخل من معرض الكتاب بشنطة السفر المحترمة ما يفعش نروح طبعا بباكباك خالص عشان إحنا بمكن نروح بكتب كتير أو أنا على الأقل كبكتيوبر بروح بكتب كتير جدا فبيخب معي شنطة سفر من الكبيرة دي وبتوكل بقى على الله بندخل على المعرض شلط السنة شلط السنة فعلا لأن بعد كده إحنا بنبتدي على مدار السنة نجيب اللي فاتنا أول ما الحقناش إن إحنا نجيبه في المعرض أو الإصدارات اللي ممكن الدور تنزلها بعد معرض الكتاب لكن أغلب الدور أغلب دور النشر بتستغل فترة الهايب بتاعت معرض الكتاب أو البومب بتاعت معرض الكتاب والشوف بتاعة معرض الكتاب عشان تنزل أغلب إصداراتها كريم سريعا جدا إيه العوامل المهمة اللي لازم أبص عليها كده في الكتاب وأنا بشتريه أعرف إنه ده كتاب حلو اسم الكتاب دي بتكون حاجة مهمة خاصة لو الكتاب ده انت قرأت له عمل قبل كده المحتوى بتاع الكتاب نوع العمل الغلاف طبعا وأهم حاجة أهم حاجة النبذة الخلفية اللي بتكون مكتوبة في ظهر الكتاب أو في الغلاف الخلفي اللي بتديك فكرة عن محتوى العمل كريم النجار كل شكر ليك على وجودك معنا صاحب قناة وجهة نظر على اليوتيوب أكيد هنتبعك بمشكرك مرة تانية على وجودك شكرا جدا ليكي وكده مشاهدينا تكون خلصت حلقاتنا النهاردة نشوفكم من إن شاء الله الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة باي باي